اشتركوا في القناة نجدة أستاذ الفرنسية من تعلم اللغة الفرنسية واستيعابها في زمن قياسي كما سوف نقوم إخوتي أخواتي بتوظيف مجموعة من الأدوات الحديثة وسنثمد على تقنية جد متطورة التي هي بمثابة تمرت مجهوداتنا وبحوتنا على المستوى الوطني والدولي كما سنعمل على تبسيط هذه اللغة وتزيئ كل ما هو مركب وصعب لتسير بمثابة لعبة بين أيديكم وتتكلموا بكل الطلاقة وريحية لكن قبل ذلك وإذا كنتم ترغبون حقا أن تطوروا هذه اللغة لديكم وتتقنوا أسسها وتتحكموا في قواعدها لابد أن تقتاروا بالصفات الآتية والتي هي بمثابة مفاتيح التعلم في انتظار التطرق لمفاتيح التعلم لا تبخلوا علينا مشاهدين الأفاضل بالاشتراك والضغط على زر لايك ليصلكم جديد أول شرط هو الرغبة فلابد أن تكون لديكم رغبة فالقدر على التعلم تزداد عندما تكون لدينا رغبة لذلك يجب أن تكون مجتهدا وطموحا مجموعة من الناس يظنون أنهم سوف يتعلمون دون مجهود نذكر وأنا أقول لمثل هؤلاء الأشخاص أول شيء يجب أن تسطر هدفا لك وأن تطرح على نفسك مجموعة من الأسئلة أول سؤال ما هي الأبواب التي ستفتحها ليهتي اللغة؟ ماذا سيتغير في تقافتي إذا تعلمت اللغة الفرنسية أو اللغة إضافية؟ هل سأكون ناجحا في الدراسة؟ هل سأكون ناجحا في العمل؟ هل ستكون لدي علاقات ناجحة؟ عزيزي المشاهد إذا كان لديك ضباعات أو تجارب فاشلة سابقة مع اللغة الفرنسية سواء كان لديك أستاذ صعب المراس والعديد من الطلبة مروا بمثل هذه المواقف أو وجدت صعوبة في تعلم اللغة الفرنسية أقول لك أن هذه الانطباعات قد تشكل حاجزا للتعلم أما الآن فقد حان الوقت لتتخلى عن هذه الانطباعات والتجارب لتكون تجارب ناجحة مع فالضروس والطرق السهلة التي سنقترحها ستمكنك من تطوير تجربة جد ناجحة مع اللغة الفرنسية وستحب تدريجيا هذه اللغة ليتكون عندك شغف في تعلمها كذلك إخوتي اعتبر التكرار من بين مفاتيح التعلم يجب أن تنصتوا جيدا للجمل وتكررها بعد أن تفهموا المعنى لذلك يجب أن ننصت ونفهم ثم نخزن فالدماغ لا يمكن له أن يخزن شيئا لم يفهم ولم يستوعب لا يجب أن نكون كالببغاء يعني إنصات وإعادة يجب الإنصات ثم الفهم ثم الإعادة ثم الكتابة وبعد ذلك يمكن لنا أن ننتج كذلك بالنسبة لبعض المصطلحات الجديدة فيجب فهمها وبعد ذلك تكرارها وكتابتها لذلك أنصحكم إخوتي الأعزاء أن تضعوا صوب أعينكم دفاترا أو كراسات ولا تحاولوا أن تفهموا كل شيء أو أن تتذكروا كل شيء لكي لا تصابوا بالإحباط لكن إذا تعلمتم جملة وثلاث أو أربع مصطلحات جديدة عن كل درس فاعلموا أنكم أبطال ونبشركم إخواننا أخواتنا أننا سنقوم قريبا ببطء أول دروسنا عبر قناة اسواس بروفسور دفرونسي النجدة أستاذ الفرنسية فكونوا من متابعنا ولا تنسوا أبدا أننا نحبكم